ما بين الأعوام 2024 و2025 ستكون تركيا على موعد مصيري مع التغيير وعندي ألأ كبير على صحة الرئيس أردغان شخصياً أرى أن مصير أحد الوجوه اللبنانية البارزة جداً وأحد الأحزاب الفاعلة والنافذة في لبنان سنراه ذاهباً أو سيذهب نحو المجهول سنشهد وقفاً لإطلاق النار في غزة ولعدة أسابيع أو أكثر وسنرى عملية مباشرة لتبادل الأسرة والرهائن والأهم بأن السلطة الفلسطينية بكل أطيافها تتكاتف وتتوحد الرئيس الأوكراني أراه بعيداً عن أوكرانيا وروسيا تقترب من تسجيل الانتصار الكبير في حربها على أوكرانيا ورجل العام 2024 هو فلاديمير بوتين المفاجأة في أمريكا ستأتي من الشعب الأمريكي ومن كبار الموظفين في الإدارات الحكومية وأراهم ينقلبون ضد سياسة الرئيس بايدن في الحرب على غزة ويرددون شعارات صاخبة ضد إسرائيل وحكومة نتنياهو السويد الاشتباكات والفوضى والشغب وحالات الغضب العارمة سوف تحتل شوارع السويد وقد يؤدي إلى صراع مسلح وخطير منطقة سكنية خاصة أو قصور في إحدى دول العالم أكثر سكانها من الأثرياء أو المشاهير أراها تتعرض للأسف لكارثة طبيعية كبيرة كما أرى منازل أو قصور بعض الأغنياء في العالم تتعرض للهجوم والاكتحام أو الاعتداء والسركة على أيدي بعض العصابات الخطيرة اغتيال وانهيارات وأحداث لم تخطر على البال أحدث توقعات ليلة عبداللطيف مع قناة الجديد بعد قليل على قناة توقعات الأيام برحب بحضرتكم معنا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقات التوقعات وأحدث توقعات سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف وحوارها مع قناة الجديد في برنامج كتاب الشهرة بفكرك سريعا تمد لايك للفيديو وتشترك في القناة لو أنت جديد معنا وما تنساش تفعلي الجرس علشان توصل لكل فيديوهاتنا أول بأول بدأت ليلة عبداللطيف بأول التوقعات عن لبنان وتقريبا حلقة النهاردة هتكون عن لبنان بتتوقع ليلة عبداللطيف أن لعبة الدولار الاقتصادية والمأساوية في لبنان لم تعد مرتبطة بسقف أو رقم محدد بتقول لذلك أرى أن سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية سيكون مشرع ومفتوح على كل الأرقام والاحتمالات صعودا أو نزولا وقالله يستر لذلك أرى أن الدهب سيكون الملجأ الأقوى والأهم لكي تبقى مدخرات العمر لكي تبقى مدخرات العمر في أمان من كل تقلبات العملات الورقية فبتقول يعني الدولار بعدني شايفته أنا لتلغع بيوصل ما فوق الخمسين والسبعين والثمانين والتسعين بس في محل يمكن يقف على الخمسة وستين بنشوف على جمهور الأربعتاشر أذار عمتا وجماهير ومناصر طيار المستقبل خاصة الشيخ سعد الحريري على العموم هنشوفها بتملأ الساحات من جديد والحدث مهم وسنرى الرئيس الحريري في قلب هذا الحدث مع تضامن شعبي وتعاطف من جمهور الشيخ سعد الحريري خلال المراحل القادمة أيضا سنسمع عن شخص لبناني خبير بالأعشاب وهو غير معروف فهيدا الشخص سوف يكتشف عن طريق الصدفة عشبة مغمورة لكنها تساعد وتعالج أنواع من البكتيريا والفيروسات وتصبح هذه العشبة اكتشاف طبي مذهل يؤدي إلى علاج بعض الأمراض المستعصية مما سيجعل هذا الاكتشاف اللبناني الجديد يصل إلى العالمية ويحتل الخبر وسائل الإعلام الدولية كما متتوقع ليل عبداللطيف أن للأسف شبح وخطر الإغتيالات شايفاه بيعود وبيخيم على لبنان وأيضا غير لبنان ويهدد بعض الشخصيات القيادية البارزة وحدوث عملية الإغتيال بتطال أحد الزعماء أو القادة حول العالم وشايفاه في صورة قاطمة لكنها ستكون وقعية لبنان سيعود للوجع العربية من جديد وهذه المرة من خلال الجهود القطرية والبوابة السعودية وهذا الحدث يشكل أكبر الإيجابيات على الساحة اللبنانية خاصة في الملف الاقتصادي وبداية الانفراج السياسي والمفاجأة الكبرى ستكون في دخول إيران على خط هذه المساعي والحلول دولة الرئيس نبيه باري أرى يقوم بخطوات كبيرة وحاسمة لمنع الانفجار قبل حدوث الانهيار كما أرى سترون أن ما سيكون به دولة الرئيس نبيه باري خلال الفترة القادمة سيكون أكبر من كرسي الرئاسة وأكبر وأقوى من فساد السياسة سيكون دولة الرئيس نجيب المقاطي إلى قلب الحدث والإعلام من جديد لذلك أتوجه إلى رئيس مقاطي بهذا التوقع الشخصي والمباشر وأقول إنني أرى يا دولة الرئيس أن إصرارك على التمسك بالدستور في زمن النكد السياسي والفجور سيجعلك هدف لكل متضرر أو مأجور وصمودك اليوم في هذا الموقع الصعب في زمن الأصعب يحتاج منك لكل حكمة من بعض الأشخاص المتقلبين والغضارين أنت اليوم مع دولة رئيس نبي بري بتمثلوا كل ما تبقى لنا من دولة وأرى أن الرئيس مقاطي يقوم بخطوة جبارة وفاعلة للبلد تذكرنا بالشهيد رفيق الحريري وخاصة فيما يتعلق بالطائفة السنية الكريمة الأنظار معاه الإعلام بيتجهان على المنطقة ما بين عين الرمانة والشياح من جديد وذلك بسبب حدوث احتجاجات عريمة وغضب كبير محالة من الفوضى والشغب وسنرى الجيش يتدخل بقوة ويكون بالمرصد بعض المناطق والمكاتب التابعة للطيار الوطن الحر سنرى على محط الأنظار وحديث الإعلام وسنرى تستعد وتتأهب وتواكب الحدث وسائل الإعلام اللبنانية تكون أمام انتفاضة إعلامية لافتة وواسعة وده بعد حدوث عملية اعتداء جديدة ومباشرة تطال أحد الوسائل الإعلامية أو إحدى الإعلاميين من جديد وتؤدي لحادث مؤصف ومحزن تتركز الأنظار والإعلام خلال المراحل القادمة على القوات وعلى الدكتور سمير جعجع وده من جراء حدوث تغييرات أو إجراءات تستعيد معها القوات اللبنانية وهجها وقوتها وحضورها السياسي وأيضا غير السياسي وسنرى الست رضا جعجع بقلب هذا الحدث ارتداء الكمامات والحجر الصحي أراهم يعودون إلى الوجهة والتطبيق من جديد والحجر الصحي يطال أكثر المناطق والمدن في لبنان وغير لبنان وبعاد الدول في العالم ومشهد الكمامات يكتسح الشوارع من جديد شايف كمان طلاق مفاجئ بيظهر وينتشر في العلن ويتعلق مباشرة بأحد الوجوه الحالية والمعروفة بشكل واسع على الساحة الإعلامية والشعبية في لبنان بيلمع في سماء لبنان اسم لاعب كرة قدم لبناني بشكل لافت وبارز وهذا الاسم ينتشر ويظهر على عدة محطات إعلامية ويصل للعالمية ويذكرنا بنجومية اللاعب الأرجنتيني الراحل ماردونا وهيدا الشخص اللبناني ممكن يوما ما تتسجل قبل بكم سنة هيدا الشخص اللبناني يفوت على المونديال أكبر مفاجئات العام 2023 حيكون مصدرها من داخل مجلس النواب في لبنان وحنشهد بروز أسماء عدد من النواب هيشكلوا الحدث وحيكونوا حديث الناس والإعلام وأنا لا أستبعد حدوث مفاجئات غير متوقعة من بعض النواب بهيدا المجال وخطوات الاستقالة حتكون جهزة وحضرة وهنا المفاجئة للأسف أزمة المحرقات والطحين والخبز بتعود للوجه من جديد وهتشكل غضب وأزمة في الشارع وحالة طارئة ومؤقتة بيتخذها من خلال الجيش اللبناني إعلان حظر تجول في عدد من شوارع العاصمة بيروت ولمدة معينة والزمن معين وممنوع التجول لفترة بتكون هنشوف أيضا عملية سطو مسلح تؤدي لحدوث أحداث أمنية في أحد المناطق اللبنانية والجيش يتدخل بقوة ويكون له بالمرصاد مع عودة القاضي طارق البيطار للإمساك بملف انفجار المرفأ وأرى أن هذا الملف يعود ويصب الزيت والإغراءات وسنرى تعاطف شعبي لافت وبهرز مع القاضي بيتار لكي تتوهج الحقائق أمام هذه المأساة الكبيرة أيضا شايف الحرب القادمة أو الحملة الواسعة على الممنوعات والمحضورات في لبنان سوف تطيح برؤوس لبنانية وغير لبنانية سنسمع شعبية وصرخة علي تطلب من الجيش اللبناني التدخل لحماية قوس المحكمة والعدالة كما امتتجه الأنظار ومعاهل إعلام لمدرج مطار رفيق الحريري الدولي وذلك بسبب اشتباه أمني يشكل بلبلة وأرى الجيش اللبناني وأمن المطار يلقون القبض على أحد الأشخاص المجبوهين والمطلوبين وذلك خلال المراحل القادمة متابعين الأعزاء دي كانت الحلقة الأولى من توقعات ليلة عبداللطيف الجديدة اللي قالتها في آخر حوار لها على قناة الجديد مع برنامج كتاب الشهرة استنونا بكرة إن شاء الله هنكمل لكم باقي توقعاتها بشكركم جدا على حسن المتابعة ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك بالقناة هنستنى تعليقاتكم وقراءكم ودونتم في حفظ الله ورعايتكم اشتركوا في القناة